اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ان برشلونا لا يمكنه بيع ميسي من جهتها قالت صحيفة لاجزيتا ديلسبورت ان خطط ميسي هي الرحيل عن برشلونا مجانا وفقا لبند فسخ التعاقد بين الطرفين واوضحت انه في حال فشل ميسي في الرحيل عن البارسة مجانا فسيتحرك محامو اللاعب لفسخ العقد عن طريق المادة السابعة عشر في لوائح الانتقالات بالاتحاد الدولي لكرة القدم في السياق ذاته قالت صحيفة ماركا ان النجم البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جرمان اتصل بميسي لحثه على الانتقال لحديقة الامراء واكدت ان العلاقة بين ميسي ونيمار جيدة للغاية لكن من غير المرجح انتقال ميسي لسان جرمان كشفت صحيفة موندو دوبرتيفو ما تردد عن عرض برشلونة عودة الفرنسي انتواني جريزمان لاتليتكو مادريد وكانت صحيفة ماركا قد زعمت برشلونة عرض على اتليتكو عودة جريزمان مقابل خدمات النجم البرتغالي جوافليكس ووفقا لموندو دوبرتيفو فان مصادر من داخل برشلونة نفت هذه الانباء وان يكون الرئيس بارتوميو تفاوض مع اتليتكو مادريد على رحيل جريزمان وقالت المصادر ان ما حدث هو العكس حيث عرض اتليتكو على برشلونة عودة جريزمان مقابل خدمات اكثر من لاعب صفوف الروخ بلانكوس مشيرة الى ان اسم جوافليكس لم يدخل في المحادثات بين الناديين مطلقا واكدت النبرتوميو رد على عرض اتليتكو بان جريزمان لن يرحل عن الكامب نو اكد موقع ديفينزا سنترالا نريا المدريد لا زال يحلم بالتعاقد مع الجزائري اسماعيل بن ناصر لاعب وسط ميلا ووفقا للموقع فان ريال مدريد مستعد للموافقة على اعارة ابراهيم دياز لاعب وسط الميرينج لميلا خلال الموسم المقبل واشار لان الريال يخطط للاستفادة من المحادثات مع ميلا بشان دياز لطلب اولوية الشراء لثلاثي الفريق اسماعيل بن ناصر لوكاس باكيتا ورفائيل الياو واوضح ان ميلا اذا قرر بي احد لاعب من الثلاثي مستقبلا سيكون ريال مدريد الحق في مطابقة اي عرض يقدم للنادي الايطالي وقال ان ريال مدريد كان يتابع اللاعبين الثلاثة منذ فترة ولديه تقارير جيدة عنهم قال جوردان هندرسون قائد ليفربول ان الفوز بلقب الدور الانجليزي الممتاز الموسم الماضي لم يوقف رغبة الريدز في حصد المزيد من الالقاب في الموسم الجديد وحث هندرسون زملائه على التحسن وقال نحن بحاجة للانطلاق من جديد وان نكون افضل من اجل الحفاظ على هذا الحماس وهذه الرغبة والقدر على المنافسة كما كان حالنا في الاعوام القليلة الماضية واضاف الدولي الانجليزي عليكم الاستمرار في العمل والفوز باكبر عدد ممكن من الالقاب لاننا اثبتنا خلال الاعوام القليلة الماضية اننا احد فرق القمة وهذا كله يرجع للعمل الجادي والالتزام واكمل قائد ليفربول يسعدني التفكير فيما يمكننا القيام به في الموسم الجديد وان نقدم موسما كبيرا مرة اخرى والى جانب الدور الانجليزي نال ليفربول الموسم الماضي لقب كأس العالم الاندية وكأس السوبر الاوروبية في حين ودع من دور الستة عشر بدور ابطال اوروبا ومن ربع نهائي كأس رابطة المحترفين الانجليزية ومن الدور الخامس في كأس الاتحاد الانجليزية اعلنت شيلسي رسميا تعاقده مع المدافع البرازيلي المخضرم تياغو سيلفا وقالت شيلسي ان سيلفا البالغ من العمر 35 عاما وقع عقدا مع البلوز لعام واحد مع خيار التجديد لعام اخر ونقل موقع شيلسي عن سيلفا القول سعيد للغاية بالانتقال لتشيلسي يسعدني ان اكون جزءا من تشكيلة المدرب فرانك لامبرد المثيرة للموسم المقبل انا هنا لبدء تحدي من اجل الالقاب نراكم قريبا مع جماهير البلوز اتطلع للعب في ستانفورد بريتج وانتهى عقد سيلفا مع سان جرمان بنهاية مشوار الفريق الفرنسي بدور ابطال اوروبا عندما خسر امام بايران ميونيخ في نهائي دور الابطال وانضم سيلفا لسان جرمان من ميلان صيف العام 2012 مقابل 42 مليون يورو سيلفا هو خامس تعاقدات تشيلسي في السوق الصيفي بعد حكيم زياش تيمو فيرنر بنت شلول ومالانكسار بعث السويدي زلاتان ابراهيموفيتش مهاجم الميلان رسالة جديدة حول تجديد تعاقده مع رسونيري ونشر ابرا عبر تويتر صورته بقميص الميلان وكتب عليها كما قلت من قبل أن لا أزال في مرحلة الإحماء وقام زلتان بالإشارة في تغريدته للحساب الرسمي للميلان على تويتر بالإضافة إلى تعديل رقم قميصه ليكون 11 بدلا من 21 وكانت تقارير إيطالية ذكرت أن ابرا سيحصل خلال الموسم الجديد على القميص رقم 9 الذي أصاب كل من ارتداه عقب اعتزال فليبو إنزاجي بغياب التوفيق والرحيل سريعا وأشارت لأن العقد الجديد يتضمن راتبا سنويا بقيمة 7 ملايين يورو دون وجود أي مكافآت أكدت صحيفة كورير دي لسبورت أن روما رفض العرض المقدم من نظيره توتنهام لبيع نجم الجيلوروسي خلال فترة الانتقالات الصيفية وذكرت أن روما لا يوافق على التفاوض على بيع نجمه نيكولو زانيولو حيث لا ينوي النادي طرح اللاعب في السوق من الأساس وأضافت أن النادي الإيطالي رفض عرضا من توتنهام بقيمة 50 مليون يورو لضم زانيولو موضحة أن روما يريد الحفاظ على موهبته في السنوات المقبلة ولفتت لأن كلاوديو فيغورلي وكيل أعمال زانيولو تواجد في تريغوريا بصحبة ممثل من توتنهام للتفاوض مع مديري روما لأن النادي شدد على رغبته في عدم التفاوض على بيع اللاعب ونوهت أن جوزي مورينو مدرب توتنهام هو من يريد التعاقد بشدة مع اللاعب وختمت بأن روما سيجدد عقد زانيولو في الأيام المقبلة حيث من المتوقع أن يحصل على راتب سنوي بقيمة 3 ملايين يورو عزيزي متابقى قناة عرب جول هل تتوقع عودة جريزمان لأتلتكو مدريد؟ شاركنا براية شاركنا براية شاركنا براية شاركنا براية